السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم لدينا جهاز آيفون X اصداره 16.7.10 نعمله تخطي لحساب الآيكلاود بأداة FW Unlock Drum Disk الاصدار السابع يليت بالبداية لما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد شرحنا في الفيديوهات السابقة طريقة تسجيل الدخول للأداء والآن بعد ما شبكنا الجهاز على الأداء نيجي على رقم ICID بنضغط عليه الموجود بالأصفر بنروح على Create Order New Order وبنطلب تفعيل للجهاز هذا الحكي كله شرحناه في الفيديوهات السابقة بعد ما طلبنا الأوردر واعطاني أن الأوردر تم هون مباشرة ببلش أشتغل على الأداء مباشرة أول خطوة بدي أعملها الجهاز أول شي بتأكد أنه عليه serial number الرئيسي تابعه الأساسي ثاني خطوة بدي أعمل جيل بريك للجهاز بروح على خيار الجلي بريك زي ما أنتم شايفين الجهاز مسكر iCloud بختار الجلي بريك بتفتح معي الشاشة بالشكل هذا مباشرة بختار Next بكون هنا الخيار على الخيار الثالث وعلى أول خيار بضغط التالي بضغط OK رح يتحول معي الجهاز على وضع Recovery Mode بنتظر ليدخل في وضع Recovery دخل الجهاز الآن في وضع Recovery وعطتني شاشة جديدة هاي الشاشة مكتوب فيها أنه لازم تضغط Power مع خفض الصوت مع Start ونكمل التعليمات اللي بتطلع في الفيديو وحنضغط Start مع خفض الصوت والPower ولما ينزل الخيار على الصفحة الثانية برفع إيدي عن Power وبضل ضاغط على خفض الصوت لوحدها يعني برفع إيدي عن Power وبضل ضاغط على خفض الصوت لغاية ما الجهاز دخل في وضع Defi Mode هيك الأداء رح تشتغل لوحدها بنتظر لتم عملية Jelly Break بشكل كامل زي ما شفتو بلش ياخد الجهاز ننتظر ليفتح الجهاز بشكل كامل أعطاني 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 Normal Mode ما أعطاني إنه شكلين ما أعطاني إنه أخد Jelly Break عشان أتأكد إنه أخد أولا بارطع الكابل وبرجع برجع الجهاز هون لسه تكاتب Normal Mode معناته لسه ما أخد Jelly Break ورب أتأكد كمان مرة وارجع بشبكو هاي الجهاز هيك كتب إنه ما أخد Jelly Break يعني شلت الكابل مرتين عشان يقرأ الأداء بشكل صحيح لو أنت عملت أكتر من مرة وما كتب لك Jelly Break Chikram Mode بترد بتعيد Jelly Break كمان مرة يعني ممكن في أجهزة بتاخد من تاني مرة مش من أول مرة بعد ما أخد معي Jelly Break مباشرة بضغط Quick وبروح على بتكون الشاشة عندك بالشكلات بتروح على الخيار Jelly Break 12-17 تتوجه لهذا الخيار Hello Bypass وبتضغط عليه فقط لا غير تنتظر جهازك لا يفتح نتأكد إن الجهاز في وضع التشغيل هي يبلش ياخد في الملف يريد لا تنسينا من اللايك والاشتراك بالقناة يريد نهتم بالخطوات ونتبع مع الخطوات 100% عشان ما يصير عندك أي أخطاء تفعيل الأداب بداية العملية مهم جداً عشان تقدر تكمل بالعملية زي ما شفته صار 80% وما زال قيد العمل طفل الجهاز ننتظر لا يكمل 100% العملية الشاشة الشاشة اختلفت زي ما أنتم شفتوا ما عزالت 80% 90% 100% نروح على الإعدادات فيه إشي ممكن يفتح معك مباشرة وفيه إشي ممكن تضطر إنك إنت تتكمل بس الإعدادات بشكل يدوي زي ما شفته صار فيه خيار التالي هون أو تخطي بيكون على يعني مش مضطرتش بك واي فاي خلي يكمل عشان يكمل الإعدادات بدون ما أشبك واي فاي آه فيه خط صحيح هو فيه خط عشان هيك تأخذ لأنه محطوط جواته خطه زي ما أنتم شايفين الخط قارئه ولكن أنا بدي أحكي لكم موضوع الشريحة آه أنا حاول أعمل تجاوز لكل شي لو طفيت الجهاز وشغلته ما رح يطلب منك هاي هيك زي ما شفته الجهاز فتح بشكل كامل خلينا نتطلع هون وزي ما شفته هون ما بعرفه ده بيكون واضح الشريحة قارئها تعطي فور جي ومعطي الشريحة لو أجينا على خدمات الشبكة اللي هي بتكون بالرسائل لو أجينا حطينا هذا خط آآ أورنج لو أحطينا نجمة واحد ثلاث سبعات مربع وعملنا اتصال آآ نجمة ثلاث سبعات مربع رح يعطينا خيارات المزود زي ما أنتم شايفين حساب يعني مسيجات واشياء زي هك هلأ بالنسبة للاتصال الاتصال فيه مش شغل يعني لو جربنا نضرب على رقم أبعا عرف ده هذا رقم صحيح يعطي فشل مباشرة مع العلم أنه بيانات الشاشة الخلوي واضحة كاملة بشكل كامل ليس زي التخطي اللي كنا نعمله مسبقاً بيكون كل شي متوقف يعني الجهاز حتى قارئ الانترنت يعني قارئ الانترنت من الجهاز يعني داخلي بس ما بيعمل اتصال خارجي هاي طبعاً هو المفروض التخطي يكون بدون شبكة ولكن مما أنه في زباين كتير حكولي يعني ثلاث أربع زباين حكولي يشتغل معهم بشبكة فيبدو أنه شغلة بسيطة وبتنحلها وبصير يشتغل بشبكة وإن شاء الله بنحلها للمرات آآ القادمة إن شاء الله هذا هو الجهاز فتح بشكل كامل طبعاً أي جهاز تخطي بدك تحط عليه آي كلاود بدك تشبك عليه آي كلاود يكون معمول جهز أو بتعمله على جهاز تاني وبتعمله لا تحاول بتعمل آي كلاود على نفس الجهاز اللي بتعمل عليه تخطي يعني لازم آي كلاود يا بتجيبه جاهز وبترح تحطه آي كلاود القديم طبعاك أو تعملوا على جهاز تاني بعدها بتدخله على الجهاز في كل التخطي أنا بحكي بشكل عام كل أدوات التخطي هذا كان الفيديو اليوم نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته